غيبوبة السكر لان دي من اكتر الحاجات اللي هي بتقابلنا الاول غيبوبة السكر فيه عندنا نوعين السكر المرتفع او السكر المخفض الصورة زي ما يباين عندنا على الشاشة كده ده حد قدامه الاكل وتقريبا خد حقنة الانسولين وما فطرش فاللي بيحصل انه لو حد خد حقنة الانسولين وما اكلش بعدها ده بيحصل له انخفاض في مستوى السكر اللي انا عايزة اقوله ان احنا مهمة اوين بقى عارفين الفرق بين ارتفاع مستوى السكر وانخفاض مستوى السكر الارتفاع مستوى السكر العيام بيبقى ناشف وليه ريحة البؤ بتاعه زي الاسيتون وما فيش بيبقى معاه رعشة لكن السكر المخفض بيبقى فيه معاه رعشة وبيبقى مبلول طيب لو حد مش عارف يفرق وعنده غيبوبة السكر ادي سكر لان نقصان السكر يموت لكن زيادة السكر دي ما تموتش فمهمة اوي ان احنا في غيبوبة السكر ندي سكر بعد كده نشوف الدا سواء عالي او سواء واطي دي كتبس اساسية وانا اتشرفت بيكم النهاردة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة